تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 619 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 886 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 106 أطنان وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط 738 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 42 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 905 قضايا من بينها 216 قضية خبز ناقص الوزن و223 قضية خبز غير مطابق للمواصفات